يسعد لي وقاتكم أصدقائي من وين عم تابعوني وبأي وقت عم تابعوني أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد حلوة جديدة حلوة كتير سهل وبسيط ومكونات كتير بسيطة ثلاث مكونات رح نجهز أطيب حلوة بالشهر رمضان مبارك ونعاد عليكم وعلينا بخير والسلامة تمارية بطريقة بسيطة وسهلة ويلا بينا على المقادير وطريقة التحضير أول شي بي لزمنا عجوات التمر أنا جبتها جاهز فيك تعمليها بالبيت إذا ما متوفر عجوات التمر وملعقة الزبدة 500 غرام من عجوات التمر يعني نص كيلو ضفت عليها ملعقة الزبدة وملعقتين بسكوت مطحون فيك تستغني عن بسكوت المطحون ورشة غرفة وفيك تضيفة رشة لي إذا حبيتي ورح بلش أعجنة كتير منيح إذا خبرتكم ما متوفر عجوات التمر جاهزة تجيب تمر طالعي نوا بالمقلاية على النار وتحطي ملعقة الزبدة وتحطي تمر فيها وتبلشي تحركيها منيح حتى يصير عندك عجينة مثل عجوات التمر مثل ما أنتو شايفين بلشت أعجنة كأني عم بعجن العجينة وحق أعجنة كتير منيح حسيت إنو لسه بدي زبدة مشان هيك ضفت ملعقة تاني من الزبدة مثل ما أنتو شايفين يعني مجموعة الزبدة اللي حطيت فيها ملعقتين بعجنت كتير منيح حتى صارت عندي مثل عجينة طرية ونعمة فينا نشكلها كيف ما بدنا كله رح نبلش بالتشكيل يلزمنا ورق الزبدة وإذا مو متوفر ورق الزبدة بيك تستعملي نايلون غزاء وإذا مو متوفر نايلون غزائي أي نايلون متوفر عندك يعني كيس الخبز يكون مضيف رح تدهني بشوية زيت متل مواضح معكن وخلا رح حط العجوة على ورقة الزبدة حطينا العجوة على ورقة الزبدة ورح نمدة ورح حط طبقة تانية من ورقة الزبدة عليها ورح بلش أمدة بالشوبك قبل هالمرة عملت تمارية بطريقة تانية كمان كتير طيبة رح حطها بالصندق الوصف أو على الشاشة كمان حشيت التمر بالجوس بطريقة سهلة كمان رح حطها بالصندوق أو رح يبين معكن على الشاشة ومثل ما انتوا شايفين مدت العجوة بالشوبك ما بتنق السماكة يتبهوا سميكة يعني ينتبهوا على هاي الملاحظة العجوة ما يتكون معنا سميكة رح ناخد شكل مستطيل أو مسلس ما بتفرغ يعفوا مستطيل أو مربع رح نشيل ورقة الزبدة ورح نقطع الزوائد بالقطع الفيتزا أو بالسكين سهلة وبسيطة وكتير طيبة ومكون تاني يلزمنا بسكاويت اي نوع بسكاويت ما توفر عندك فيك تستعملي ورح نضم مغمزة بالحليب وإذا ما في حليب تيك تغمزيها بالمي يعني ما في أي مشكلة أو بالعصير وفيكي تحطي شوية نسكة فيه بالمي وتغمزي البسكوت فيها ومثل ما خبرتكم بالعصير كمان بصير تغمزها فورا وبحطها طبقة على العجوة متل ما واضح بالفيديو وفيكي تعملي اكتر من طبقة يعني هاي الشغلة اختياري انا اعملت ثلاث طبقات فيكي تعملي طبقتين اربع طبقات خمس طبقات بس ثلاثة بكافي وبالوفي رح قبس شوية عليها ورح حاول اقلبها وهلا رح نبلش نحط الطبقة ثاني كما رح نرجع نغمس البسكوت بالحليب وبحط بيام متل ما هو واضح بالفيديو حتى نكمل كل العجينة اللي مديناها هاي طبقة ثاني صارت جاهزة ورح نشكل الطبقة ثالثة بنفس الطريقة خبرتكم انه سهل وبسيط وما بياخد وقت منكم ولا مجهود كتير ومكونات كتير بسيط يعني بسكوت الاطفال والتمر بما انه رمضان اكيد متوفر هلا بكل البيت رح نحاول نضبط شكلها بمساعدة ورق الزبدة سهل وبسيط وهلا رح اقصها بالنص يعني رح ااخد نصها اهمزها بالسمسم والتاني بتجوز الهند اعفوا بالفستق حلبي مطحون طبعا فيكي تحطي جوز الهند فيكي اي مكسرات متوفري عندك او بسكوت مطحون يعني اللي متوفر عندك فيكي تستعملي بيطلع كمان طيب متل ما انتو شايفين حطيت شوي سمسم محمص على ورق الزبدة وحاولت غطي كل الوجه بالسمسم ومثل ما خبرتكم بتجوز الهند او مكسرات مطحونة او بسكوت مطحون يعني اي شي متوفر عندك فيكي تغطي اوچان وبالسمسم كمان فيكي تعملي كلية بالسمسم يعني مشارط نكون شكلين خلصت اللي بالسمسم هلا رح نبلش بالفستق حلبي طبعا الفستق حلبي مقتحنتوا قبل هلا رح رش عليها متل ما ساويت بالسمسم طريقة سهلة وبسيطة واذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل كل شي جديد طبعا رح حطها بالبرات تقريبا ساعة وبعدين رح نقطع انا حطيتها بالبرات ساعة هلا بنرجع نقطع بعد ساعة شوفوا شكلها ما شاء الله شكلها كتير حلو وطعمتك كمان اكيد كتير طيبة جربوا واذعولي ووصلنا لانهاية الفيديو ازا وصلتم معي لهون مرة تانية بتمنى لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس اكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها وبالعافية عليكم اشوفكم خير وبسلامة بفيديوهات جاي وكل عام وانتو بالف خير بمناسبة شهر رمضان مبارك اشتاقنا رمضان اشتاقنا صار لك شهور مفارقنا اشتاقنا رمضان مبارك اشتاقنا رمضان مبارك اشتاقنا رمضان مبارك